عندما نتحدث عن ترامب أو بايدن نتحدث عن سياستين مختلفتين سياسة حمائية و سياسة تدخلية ما الذي سيتغير على الاقتصاد الأمريكي في حال فوز ترامب أو بايدن؟ ترامب بشكل أساسي أهم نقطة في برنامجه هي الحمائية يتحدثون عن فرض رسوم جمهورية بنسبة 10% على كل ما تستوري دولوية المتحدة وأيضا هناك تكهنات بأنه يمكن أن يرفع الرسوم الجمهورية بشكل كبير على الصين تحديدا نتحدثون عن نسبة 60% هذه الزيادة الكبيرة تهدف من ناحية إلى حماية الإنتاج الأمريكي وتعزيز التصنية داخل الولايات المتحدة ومن ناحية أخرى أيضا يوفر موارد للخزينة الأمريكية لأن أكبر مشكلة في الفترة المقبلة في سنوات المقبلة ستكون عجز الميزانية وحجم الدين الهائل في الولايات المتحدة في المقابل سياسة بايدن المعروفة هي سياسة تدخلية لتحفيز قطاعات معينة تحدث عن قطاع الرقائق التي إلى قانون خاص والقطاعات الاقتصاد الجديد الطاقات المتجددة وصناعة البطاريات وبعض الصناعات الأخرى التي هي ضمن قانون خفض التضخم فهذه حزمة أخرى والحزمة الثالثة هي الإنفرستركتور هذه ثلاث ركائز أساسية لسياسة بايدن وفيما يتعلق بالضريبة سياسته هي زيادة الضرائب على الفئة الأكثر تراء التحدث اليوم عن البليونيرات كانت هذا جزء أساسي من النقاط التي ساقها في المناظرة قال أن البليونيرات يدفعون ضرائب قليلة قال أن 8% هناك نقاش حول هذا الرقم ترامب العكس وصفوا بأنه يحمي أصحاب رؤوس الأموال سياسة ترامب بالفكرة الاقتصادي كان من حيث الفكرة هي سياسة تريكل داون بمعنى أنه إذا خفضنا الضرائب أو وفرنا مجال مريح للشركات الكبرى أو للأثرية هذا يعزز الاستثمار وبالتالي تنعكس الفوائد على كل الاقتصاد يعني تنزل الفوائد من الفئة الأعلى إلى كل الاقتصاد بينما بالناحية الأخرى بايدن يتحدث أنه حماية الطبقات المتوسطة والمحدودة للدخل وفرض رأب أعلى على الفئات الأعلى دخلا على كل حال يعني هذين المدرستين موجودين دايما بالاقتصاد منذ زمن وفي دايما صراع بينهم إذا هذه المدرسة تنفع أكثر أو المدرسة الأخرى عبادة بي أيضا هناك خطر إذا ما عاد ترامب على استقلالية المركزي الأمريكي طبعا وبظل الصراع بينه وبين الفدرالي ما الذي سيحصل هذا مرتبط أيضا بالنقاش حول هل إذا فاز ترامب سيكون هذا مفيدا تضخم أو مضر للتضخم في 16 اقتصادي من الفائزين بنوبل أشهرهم ستيغلتس يقولون أنه إذا فاز ترامب هذا سيؤدي إلى ضغوط تضخمية كبيرة لماذا؟ لسببين لأنه لاتحدثنا عنه الرسوم الجمركية العالية ستؤدي إلى زيادة فواتير الاستهلاك للأمريكي العادي ومن جهة أخرى سيضغط على البنك الفدرالي الأمريكي الاحتياط الفدرالي لخفض الفائدة نذكر الصراع الذي صار بين ترامب وجيروم باول نحن رفض خفض الفائدة ضغط عليه لخفض الفائدة الآن في بعض الجهورين يقولون أنه بأول مئة يوم سيشيلوا لترامب مع أنه هو الذي عينه يعني هو جيروم باول عفوا أسف لجيروم باول ترامب سيعزل جيروم باول مع أنه هو الذي عينه وقت كان بولاية الأولى لسبب لأنه في تاريخ من الصراع بيناتهم حول مساويات الفائدة الآن الفائدة الأمريكية تتجه ربما قبل نهاية السنة إلى خفض أو خفضين هذا العام ولكن ترامب يحب الفائدة المنخفضة فسيكون هذا موضوع التضخم بدأت المناظرة بموضوع التضخم والاقتصاد لأنه موضوع أساسي بالنسبة للأمريكيين بمعزل عن كل المواضيع الأخرى إذا ما عاد ترامب وذهب نحو هذه السياسة هل سينخفض التضخم؟ وإذا ما عاد بايدن كيف سيخفض التضخم؟ ما يقوله الديمقراطيون وال16 الاقتصاد الذين تحدثت عنهم أن مجيء ترامب سيؤدي إلى ارتفاع التضخم بشكل كبير في المقابل الجمهوريون يقولون أن بايدن سياسة بايدن فيما يتعلق بالطاقة تحديدا هي أيضا سياسة تؤدي إلى ضغوط تضخمية لأن التحول إلى سيارات كرابية أو صناعات الطاقة الجديدة ترفع التكلفة على بعض السلع أو بعض الأشياء لها أثر تضخمي هذا سياسة التحول تحول الطاقة والتحول الاقتصاد له بعض الضغوط التضخمية يعني فيه ضغوط تضخمية من هنا ولكن السجل السنوات الأربع الماضية لا شك أنه لا يلعب لمصلحة بايدن لأن الفائدة ارتفعت الرهن العقاري ارتفعت تكلفته بشكل كبير جدا الإيجارات الجازولين أيضا بعد حرب أوكرانيا مررنا بفترة ارتفاع أسعار النفط فكل هذا يلعب ضد بايدن على كل حالة حتى موضوع الطاقة يعني هو موضوع أساسي بينهم أساسي بينهم كبير جدا وأشعر سياسي بينهم وفي أساسي بينهم أشعر ؟ أشعر منا